هذا سؤال وجيه. الرئيس بايدن منذ أن قرر أن يترشح للرئاسة كان قد صرح بأنه يرغب في العودة إلى التفاهم النووي. ولهذا السبب وجدنا بأنه سحب لمساير إيران سحب الصواريخ الدفاعية الباتريات ميسلز الموجودة في السعودية. ذلك رغبة منه بتأكيد إيران على أنه مرن من هذه الناحية. كذلك اتخذ عدة قرارات من شأنها أن تساهم في إقناع إيران بالعودة إلى التفاهم النووي. ولكن هذا لم يتم. وإذا لم يتم ذلك، إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، هذا يعني بأن الوضع سوف يضطرب أكثر لأن هذه الميليشيات العراقية سوف يكون لها نشاط أكثر في العراق. كذلك حزب الله، كذلك في سوريا وفي اليمن. خذ مثلاً سحب الصواريخ الباتريات من السعودية وهي صواريخ دفاعية ويعرف جيداً الرئيس الأمريكي بأن الحوثيين يضربون السعودية دائماً. وهذه الصواريخ هي للدفاع عن المواقع النفطية والمدن الكبرى مثل الرياض وجدة وغيرها ضد الصواريخ. مع هذا كله سحب هذه الصواريخ من السعودية. لماذا سحبها؟ لكي يعطي إشارة إلى إيران أن الولايات المتحدة مستعدة للتقارب مع إيران. ولكن إيران لا ترغب في التقارب مع الولايات المتحدة. حتى أثناء المفاوضات في فيينا لم ترضى إيران الاجتماع مع الوفد الأمريكي. إذن هناك وضع صعب ومن الصعب التكهن ما قد يحصل مثلاً في العراق أو في لبنان أو في سوريا. يعني تصور مثلاً أن إيران ترسل نفطها إلى لبنان أمام الرأي العالمي أمام أمريكا أمام جميع دول العالم أنه نحن على استعداد لمساعدة لبنان وتصدير النفط. لم يصدر أي تصريح جدي من البيت الأبيض بهذا الموضوع غير أنه قال بأنه سوف يضع عقوبات في هذا الأمر. وبالفعل وضعوا عقوبات على شخص موجود في الصين من أصول إيرانية. تاجر يعني ثاري وضعوا عقوبات عليه ولكن هذا شخص موجود في الصين. فإذن ماذا تفعل الولايات المتحدة؟ ماذا يمكن أن يحصل في جميع الدول العربية؟ هذا أمر صعب الإجابة عليه في الوقت.